ازايكم وعشدوني النهاردة اعمل معاكم كرامة اللوتس وكمان اصاص بتاع اللوتس عشان لو حبينا نشرب اي مشروبات ساعة او دافية نستخدم اصاص بتاع اللوتس وكمان هنقدر نستخدمه في القاب كيك من فوق او المقفل وهاعمل كمان كرامة اللوتس عشان تقدر تزيني بها الكيك او تعملها صاندوشات للولادة في المدرسة او تغطيها الصاندوش وانت رايحة في الشغل حقيقة هنعملها بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة ده الصاص بتاع اللوتس تقدر تزيني بها اي كيك او كاب كيك حبيت بس اوريكه سريعا كده تقدر تعملي بها ايه وتقدر تستخدميها في كل المشروبات اللي هي السريعة بتاعة القافيهات اللي بتبقى غالية اوي اوي يعني عملتلي الجو حلو وكمان اقتصادي وغير مكلف وفي نفس الوقت تقدر تستخدميه مع الفاكهة زي ما انت شايفة كل الفواكه هتشتغل مع التفاح والفراولة والموز ما بيقولش لا هنجيب باكه واحد من اللوتس ده حوالي تمانية اونز او ربع مئتين وخمسين جرام لو مش متواجد ده وهنزل عليه في الخلاط وهنزل عليه بالقرفة والحليب هسيب المقادير جوه صندوق الوصف وهشغل عليه الخلاط بالشكل اللي انتو شايفينه وبعدين هافصل ما بياخدش موضوع كله افتر من ديتين حرفيا ونزل الجنب كل اللي من الجنب ده بحيس لو في اي حبيبت بس كت مطحنتش اه اقوم ايه بقى انزل انزلها تحت يعني اطحنها اه 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 كله مطحون مع بعض كله يبقى كريمي تمام لو انت كل ما هتزودي الحليب كل ما هتاقها الكوام بتاحه هي خيف فأنا هديك ثلاث مأدير بحيث ان اكتغذي الواحدة اللي هي الكريمية الماسكة زي النوتالا وهديك اللي هي زي ما انا عملتها وهديك اللي هو قصص بتاع العتاس تمام؟ عايز اقولين هي اول ما بتبرد بعد الخلاط يعني بعد الضرب اول ما بترتاح شوية بيقوم بتاحها بيتقل عشان تبقي عرفها وده اعملت بقى شوية تانية خففت القوم عشان اعمل القصص يعني اللي في العلبة كانت يقيل اتقل من ده وبعدين زودت الحليب شوية عشان اعمل القصصي ده وقدر ازين بي اي حاجة ازين الواب كريم بتاع اي مشروبات مثلا اهواء او اي كريم كراميل بشرة مشروب فيه كريم كراميل وعايز احط كريم اللوتاليها تمام؟ اول هوا زي ما شفته معايا وانا كنت بعمل في الكيك القوام عايز اقول بعد ما بترتاح بتتقل شوية فده انا اشتغلت عليه على طول بعد ما تحنطعه عشان تبقوا وغدين بالكم كريم تلوتس من الحاجات الجميلة قوي الناس هتقول ان اللوتس او الكوكس ده غالي في بديل عايز اقول لكم انا فاكر حاجة بقى من يعني من زمن وزمن يعني اسمها بسكوت لوكس مش عارفة ازا كان موجود ولا لا بس ده اقطاعهم قريب منه حوالي سبين في المية عشان اللي عايز يستبدل الكوكسة الناس اللي هتقول مش عارفة ازا كان اللوتس داخل في المقاطع ولا اعز اقول لكم ان الكوكسة موجود عندي بقى لكتر من سنتين فانا بسيت عليه لقيت لسا الصلاحية بتاعته شغلة قلت بقي استغله واستخدمه بحيس ان انا اغد كريم تلوتس استخدمها بقى في اي كيك انا عايز احطه او اعمل اي صندوتشات سريع خاصة في ايام المدارس او يعني استخدم اي صوصة عشان الصوص ده بيبقى حلو اوي لو انا هشرب اي مشروبات وهستخدم فيها البمكين او اللي هو العرق وده الموسم بتاعه ده القعوم اللي انا حابه لو انت عايز ازا اتقل من كده شوية متقللي الحليب تمام انا استخدمت الحليب ده هقول لكم كمان حجا الاكسبير الصلاحية بتاعته اسبوع لاني انا استخدمت الحليب فبعد ما تعمليه حطيه في غلبة او بترامان ازا الزمان عملته وده خليت طلاجة واقفلي عليه هيفضل شغال معاك اسبوع يعني مية مية انجويا يا جماعة